رقعة القتال في شرق سوريا تتسع لتمتد إلى مناطق جديدة اشتباكات لم تهدأ بين قوات سوريا الديمقراطية ومسلح العشائر خاصة في بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي والتي تعد آخر بلدة يتمركز فيها المقاتلون المحليون معارك تعد الأعنف منذ بداية اشتعال الاقتتال بريف دير الزور قبل أسبوع واستحركت نزوح كبير للمدنيين باتجاه بلدة الميادين الخضعة لسيطرة الحكومة السورية بحسب المرصد السوري قوات سوريا الديمقراطية من جهتها دعت المدنيين إلى مغادرة بلدة ذيبان مؤكدة نيتها حسم المعركة وفي محاولة لاحتواء الموقف وخفض التصعيد بين الجانبين أعلنت الخارجية الأمريكية تنظيم اجتماع بين مسؤولين أمريكيين وقوات قسد وزعماء العشائر اتفقوا فيه على ضرورة خفض العنف في أقرب وقت وضع أمني هش شرقي سوريا بدأ يثير المخاوف من انتعاش تنظيم داعش خاصة مع انتشار تسجيلات لمجموعة قالوا إنهم من داعش ويتوعدون قوات قسد ويهددون بالتدخل في مواجهات شرقي الفرات القتال في ريف دير الزور تمدد ليصل لمدينة الحسكة وريفها حيث دارت جولة من القتال بين الجيش السوري وفصائل موالية لتركيا وأسفرت عن مقتل وجرح العشرات بحسب المرصد السوري بينما أعلن الجيش السوري إحباط هجوم لتلك الفصائل في ريف حلب